اشتركوا في القناة هل هذا صحيح؟ هذا السؤال لن نجيب عليه الآن ألف لنحدد الأدات اللازمة للتحقق ونسميها في الصورة الأولى لدينا المزوات فهذه المنقلة ثم البركر إذن ما هي الأدات اللازمة للتحقق من قياس الزوايا هي المنقلة إذن نضع علامة تحت المنقلة ب لنقص الزوايا الثلاث الزوايا A B والS إذن نقص الزوايا باستعمال المنقلة كيف نستعمل المنقلة؟ نحن نريد قياس الزوايا C والزاوية A والزاوية B أول زاوية سنقصها هي الزاوية C نضع مركز المنقلة فوق رأس الزاوية وتدريج الصف على أحد أضلاعها إذن بهذه الطريقة مركز المنقلة فوق رأس الزاوية والتدريج الصف فوق أحد أضلاعها إذن نقص 0 10 20 30 40 50 60 60 وهنا 65 66 67 درجة في التدريجة 67 إذن نكتب 67 وصفر صغير هنا يسمى درجة 67 درجة نقص الآن الزاوية B بنفس الطريقة نضع مركز المنقلة فوق رأس الزاوية والتدريج الصف على أحد أضلاعها بهذه الطريقة كما تلاحظون رأس الزاوية فوق تدريج الصف فوق رأس الزاوية مركز المنقلة وتدريج الصف على أحد أضلاع الزاوية درجة نقص بنسب طريقة 0 10 20 30 40 وهنا 41 درجة إذا نكتب 41 درجة لنقص الآن الزاوية A مركز المنقلة فوق رأس الزاوية والتدريجة سوق أحد الزاوية بهذه الطريق ثم نحسب سفر 10 20 30 40 50 60 70 درجة 70 درجة هنا 70 71 72 درجة إذا نكتب 72 درجة جيم لنتأكد كيف سنتأكد؟ سنقوم بجمع القياسات إذا نكتب 72 زائد 41 درجة زائد 67 درجة لنحسب 72 زائد 41 زائد 67 60 2 زائد 1 ثلاثة ثلاثة زائد 17 أكتب 0 وأحتفظ ب 1 7 زائد 4 11 زائد 18 أكتب 18 إذا مجموع قياس الزاوية المثلة أبثة هي 180 درجة نكتب 180 درجة والآن سنجيب عن هذا السؤال هل هذا صحيح؟ نعم مجموع قياس الزاوية المثلة أبثة هو 180 درجة ونكتب نعم لنستنتج إذا ماذا استنتجنا من خلال هذا التطبيق؟ إذا استنتجنا مجموع مجموع زوايا مجموع مجموع زوايا المثلة مجموع قياسة زوايا المثلة مجموع مجموع 180 درجة نمر إلى الحصة الثانية أطبق أشير بعلامة لكل وضع خاطئ للمنقلة إذا سنضع علامة في الوضع الخاطئ إذا كيف قلنا أننا نستعمل المنقلة؟ قلنا دائما أن المركز يكون مركز المنقلة يكون على رأس الزاوية وأحد تدريجات الصفر يكون على أحد أضلعيها إذا هذه الزاوية نلاحظ أن مركز المنقلة فوق رأس الزاوية وتدريجة الصفر على أحد أضلعيها فهذا الوضع صحيح إذا لن نضع علامة في الوضع الثاني مركز مركز المنقلة لا يمكننا أن نحسب قياس الزاوية بهذه الطريقة علينا وضعها بهذه الطريقة لن نحسب هنا شيئا لأن الوضع الصفر ليس على أحد أضلع الزاوية بما داخلهم إذا هذا الوضع هو وضع خاطئ والوضع الثالث هو كذلك وضع خاطئ إذا نضع علامة نمر إلى أثبت تعلماتي المنقلة أداة لقياس الزاوية قياس الزاوية أ أو بي خمسون درجة وتكتب خمسون درجة أنواع الزاوية آآ قياس الزاويات القائمة ويكون قياسها 90 درجة آآ دو testimony plateau الزاوية المستقيمية ويكون قياسها 180 درجة آآ زاوية حد Cu أقل من تسعون درجة. أغل أغل. الزاوية المفرجة بين تسعون درجة ومئة وتمانون درجة. أغل أبتو. مؤجمي الزاوية تو لعنجل. المين قالتو لغا بورتر. المزواتو لكار. الدرجات لدغري.